اشتركوا في القناة معك رائد هذا الارتفاع لربما في الدولار الامريكي لربما كان متوقعا مع اعلان فوز دونالد ترامب ولكن الى اي درجة تعتقد مدى هذا الارتفاع سيستمر برأيك خصوصا مع حديث ترامب بانه سيخفض الضرائب هذا يعني بانه العجوزات والدين الامريكي قد يستمران في الارتفاع على المدى المتوسط الى البعيد وهذا امر سلبي للدولار فبالتالي كيف يقيم السوق هذين العاملين المتناقضين الذي يحمله او يحملهما دونالد ترامب معه الى البيت الابيض بالنسبة للدولار صحيح ناصر يعني اداء الدولار الامريكي وارتفاعاته القوية هي عبارة عن ردة فعل لنتاج الانتخابات الترامب ستريد يعني في حالة تفعيل كامل حاليا انطلاقات قوية على اداء الدولار الامريكي على الاسهم الامريكية المؤشرات الفيوترز عم نشوف اداها جميعا بالاتجاه الصاعد طبعا الدولار الامريكي وارتفاعاته القوية هي بنتيجة انه في عنا التاكس فلان في عنا عفوا ملف مهم جدا وهو التاريفس او التعريفات الجمهورية والرسوم الجمهورية التي قد يطلقها ترامب هذه النقاط عززتنا قوة الدولار الامريكي امام سلة العملات الرئيسية عم نشوفه مثل ما اتفضلت في اعلى مستوياته في اربعة اشهر يواصل الارتفاع بشكل كبير جدا ولكن مجددا نحن في مرحلة البداية بالتالي ممكن يكون في عنا هذه القفزة القوية العودة الى الاساسيات نحن مقبلين على تغيرات السياسة النقدية لتأخذ مجراها وتستمر تقليصات في اسعار الفائدة وبالتالي انخفاض قيمة الدولار الامريكي على المدى المتوسط الى طويل ممكن جدا العامل الثاني اللي انت تفضلت فيه كذلك الامر سيلعب دورا مهما في تقويض قوة الدولار الامريكي في الفترة القادمة بالتالي الارتفاعات ربما على الدولار الامريكي تحديدا قد تكون مؤقتة بعكس بتلك التي نشهدها على اسواق الاسهم اللي ممكن تكون مستمرة أو مستدامة أكثر من تلك التي على الدولار الامريكي خصوصا من الدولار الامريكي المرتفع قد لا يكون في مصلحة أو في فائدة ترامب وخطته الرئاسية في الفترة القادمة يعني القمم السابقة لليو اس دي اندكس رائد كانت عند مستويات ما فوق المئة وستة نحن اليوم عند المئة خمسة فاصل ثلاثة هل أين ترى القمة على الشورت تيرن بالنسبة لليو اس دولار اندكس حقيقة اللي عم يخدم أداة دولار الامريكي كمان بالارتفاع هو الضعف باليان الياباني ضعف باليورو ضعف بعملتين رئيسيات موجودات في سلة العملات عم بيسهل عملية اختراقات مؤشر الدولار الامريكي فربما يتجاوز القدمة التاريخية في الفترة الأولى نحن نتحدث على المدى القصير ولكن على موعد مثل ما ذكرت مع الفدرال الامريكي الذي ربما قد يوفر ضغوطا انخفاضية على الدولار الامريكي قد لا تسمح له بالتجاوز كثيرا فوق مستويات الـ 136 الـ 156 ومن ثم يعود للتراجعات أيضا بالنسبة للين الياباني ربما يكون هناك تدخلات أخرى من نزيف اللين الياباني أمام الدولار الامريكي شفنا التدخلات سابقا شفنا رفع بها سعار الفائدة من المركز الياباني اليورو كذلك الأمر لن يقف مكتوفة الأيدي فيه مثل هذه القالة بالتالي العملية هي عملية تأثير مؤقت عميق ربما يعني على مستوى يوم واحد نحن عم نشوف هذه الارتفاعات القوية على الدولار الامريكي لكن لا أعتقد أنه سيكون فيه استدامة وقمم تاريخية قوية أو كبيرة جدا على الدولار الامريكي لأنه ذكرنا مجددا سيضر حقيقة أكثر ما يفيد قوة الدولار الامريكي وبالتالي عملية التوازن ربما يلعب دورا حاسما فيها الفيدرالي الامريكي لتحقيق هذه المعادلة طبعا سأعود إليك بعد قليل على هذه النقطة نقطة الفيدرالي وكيف يعني وصول ترامب قد يغير النظر الآن بالنسبة للفيدرالي وسياسته التخفيفية بيهس اليوم وصول دونالد ترامب يعني أنه العلاقات التجارية عالميا قد تتأزم بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين ليس فقط مع الصين ولكن حتى مع أوروبا لا ننسى بأنه هناك بعض الرسوم الجمركية التي كان فرضها ترامب في ولايته السابقة على بعض المنتجات الأوروبية مثل الصلب الأوروبي والتي جمدت ومازالت مجمدة ولكن قد يتم تفعيلها الآن مع وصوله مجددا إلى البيت الأبيض فبالتالي اليوم انعكاس وصول ترامب على التجارة العالمية بشكل عام كيف يمكن أن يغير من خارطة التبادلات التجارية خلال السنوات الأربع القادمة صباح الخير ناصر أنا برأي أنه خلينا نخفض نوعا ما من ضراوة ترامب وخلينا نفكر بطريقة براغماتية موضوعية أكيد أنه بعد كم ساعة من نتائج الانتخابات الأسواق عم تبالغ متفضل السيد رائد من سواني ما بظن أنه هذا الشيء يعني لحيكون مستديم في الوقت متل ما تفضل السيد رائد أنا برأيي أنه بريق أنياب ترامب الضريبية والجمهورية ما هي إلا إنعكاسات ناصر فلاشات الكاميرات مصورين الحملة الانتخابية الشعبوية تعطي نتائجها وواضح أنه ترامب هو لاعب ماهر في شعبويته بشانير بحل الانتخابات أكيد ما لازم نقلل من قيمة أنه انتخابات أنه يسيطر على الكونغرس وعلى الكونغرس والمجلس الشيوخ أكيد عمل كتير مهم أكيد لحي يسمح له أنه يكون عنده مرونة ما كانت موجودة عنده في حكمه السابق لأنه عنده قرارات عنده الإقدرة أنه يمرر كتير قوانين لكن لجوابي على سؤالك ناصر بالنسبة إلي ترامب ما هو إلا عبارة عن عن إنسان يحكم عن طريق عناوين في الصحافة شفنا في ولايته الماضية أنه حاول وأنه بذل جهده بأنه يحط رسوم جمهورية عالية كتير بس أنا بالنسبة إلي ناصر إذا فكر فيها بطريقة برغماتية مثل ما قلت لك من قبل وبشوف أنه عم يحكي عن المكسي 25% على أوروبا 20% على الصين على السيارات الصينية بس ناصر هدول هنين عبارة عن الشركاء التجاريين الأساسيين في لعبة الإقتصاد الأمريكي ويا هل ترى هو عم يورد اقتصاد متدهور؟ لا هو عم يورد اقتصاد جيد اقتصاد عم ينمو اقتصاد أعطى شوي من بروده بالفترة الأخيرة واللي سمح أن الفيدرالي يغير سياسته ويبلش بهبوط الفائدة بس ناصر اليوم هو عم يديه شعرات فطفاضة برأيي هي ما هي إلا عبارة عن شعرات بس ليربح الانتخابات بس متما فات لبيت الأبيض وبعد مئة يوم لحن بلش نشوف أنه لحيخفض من لهشته لحيخفض من هالطريقة اللي أدار فيها حملته الانتخابية وبظن أنه الواقع لحي رجعنا لسيناريو أقل خلينا نقول فورة من السيناريو اللي عايشين فيه هلأ بهالكم ساعة الأخيرة يعني بكل تأكيد البيت الأبيض برئاسة ترامب مجلس الشيوخ بيد الجمهوريين يبقى مجلس النواب يعني الآن بانتظار إذا سيستطيع الديمقراطيين زيادة حصتهم هناك والحصول على الأغلبية يعني إذا حصلوا على الأغلبية في مجلس النواب قد يستطيعون من التفاوض وعرقلة أو الحد من بعض الخطط التي أعلنها ترامب على الأقل انتخابيا كما ذكرت بيهس طبعا التطبيق غير دائما وعود الحملات الانتخابية أعود لك رائد في مسألة أنه الآن الفدرالي بدأ برحلة تخفيف نسب الفائدة ولكن ما رفع ترامب للتعرفات الجمركية حتى لو لم يرفعها بالنسب التي يتحدث عنها لكن مهما كانت هذا قد يرفع مستويات التضخم أو يحد من انخفاضها وبالتالي هذا قد يخفض المساحة التي يمكن للفدرالي أن يتحرك من خلالها في تخفيض نسب الفائدة هذا قد يكون انعكاسه إيجابي على الدولار الأمريكي على المدى المتوسط فكيف تقرأ هذه الزاوية تحديدا أثر ترامب على تخفيض الفدرالي للفائدة وسياسة النقدية طبعا الفدرالي الأمريكي بيصل بالسلطة المرسولة عن أداء ترامب ولكنه هو مرتبط بأداء الاقتصاد الأمريكي إذا ما كان هناك تعريفات جمركية تغذي الضغوط التضخمية وبالتالي يعود التضخم ليصعد عن المستويات المستهدفة ويزيد من صعوبة مهمة الفدرالي الأمريكي ولكن الفدرالي الأمريكي بدأ عملية تقليص أسعار الفائدة ومستويات التضخم كانت في مسار هابط ولكنها لم تكن عند المستهدفات آخر قراءة كانت للبي سي إي ربما مرتفع بعض الشيء عن 2.7% ولكن مطابقة للتوقعات والنقطة الأبرز هي إذا ما كانت الرسوم الجمركية سيتم فرضها هي بنطاقات ضيقة لن توفر هذا الجو التضخمي الكبير جدا الذي قد يعرقل التوجه الفدرالي الأمريكي لأنه في عندنا نقاط أخرى يجب أن تأخذ بعين الاعتبار نعني أنه عدد الوظائف الجديدة في تناقص عدد مغدلات البطالة بدأت بالارتفاع مخاوف الركود الاقتصادي بدأت تظهر بالتالي ربما أداء الدولار الأمريكي القوي قد يكون محكوم بخطة الفدرالي الأمريكي لتخليص أسعار الفائدة وإيصال مستويات الاقتصاد يعني إبعاد أي شبح للركودة والاقتصادي قد تبقى قائمة على الأقل حتى الربع الأول من العام القادم دون أي تغييرات ولكن بدنا نشوف شو هي نتائج الرسوم الجمهورية وهل سوف تكون ذات تأثير كبير على الضغوط التضخمية داخل الولايات المتحدة الأمريكية لا أعتقد أن ذلك سيتم بهذا الشكل إضافة إلى أنه ربما قد تكون من ضمن ترامب تقليص أسعار الطاقة وبالتالي ذلك قد يسهم بطريقة غير مباشرة أيضا في تقليص الضغوط التضخمية لأن التضخم ما كان مدفوع فقط بالرسوم كان مدفوع كذلك الأمر بأسعار طاقة مرتفعة النسبيا سببت هذه الضغوط التضخمية فهناك عوامل عدة تلعب دورا في رفع مستويات التضخم نحتاج إلى معرفة المزيد من التفاصيل ومزيد من خطة ترامب في أول مئة يوم حتى نعرف توجهات الأسواق كيف تكون شكرا لك رأت الخضر من إيكوتي جروب في دبي والشكر أيضا موصول لضيفي من مدريد رئيس تنفيذي لتريد ووركين كابتل بيهس بغدادي شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر